السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحار تونس يردون على قيس عيد والتونسيون يذكرون قيس عيد بمواقف المغرب التاريخية تجاه بلادهم في ردود الفعل الداخلية اتهم الأمين العام لحزب التير الديمقراطي في تونس غازي الشواشي الرئيس قيس عيد بالعمل على تدمير العلاقات بين تونس ودول شقيقة وصديقة على الشواشي نسعيد بعد تدميره لمؤسسات الدولة التونسية وتعطيله لمسار الانتقال الديمقراطية واغتصابه لكل السلطات يتجه الآن نحو تدمير علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية معها حسب تعبيره جاته عضو الجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك قال إن البلاد وصلت إلى مرحلة ما سماها التلاعب الغشين بالتوازنات الإقليمية وزجب تونس في لهيب الصراعات وتهديد ما تبقى من استقرار البلاد بحسب وصفه من جانبه اتهم الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل الرئيس قيس سعيد بخلق أزمة دبلوماسية مع المغرب حسب تعبيره عبر العديد من النشطاء التونسيين عن رفضهم لهذه الخطوة منددين بها ومذكرين إياه بالمواقف التاريخية للمملكة تجاه بلادهم ومؤكدين أن سعيد أخطأ في حق المغرب وسيؤدي تمنه غاليا وتعليقا على هذا الانتحار التونسي والخروج من دائرة الحياد نشر الصحفي التونسي المكهلال تدوينات متتالية على صفحته الفيسبوكية قال في إحدها على هامش تيكاد وبمنطق الاستثمار الجزائر لن تعطي أكثر لن نربح شيئا من البويزاريو وسنخفر الكثير مع المغرب مشيرا إلى أن الدبلوماسية هي أيضا حسابات الربح والخسارة من كل خطوة متى أردت منطقة الحياد؟ وتفاعل العديد من المعلقين على تدوينات حيث قال أحدهم خسرنا الكثير مع المغرب وسنندم المغرب كان دائما مع تونس لنس هذا